إذا أبدأ الأول بسؤال، أنا هنمسك الأفضل من الأول خالص هل الرضاعة الطبيعية تؤثر أو الصناعية تؤثر على الأسنان يعني تجعل الفرص التسويس تزيد في واحدة من الاتنين؟ هو الطفل بيبدأ يرضى إذا كان بيرضى رضاعة طبيعية أو رضاعة صناعية بالببرون هو الأسنان في الأول بتظهر في سن من ست شهور لسنتين دي الأسنان اللبنية في الوقت ده الطفل بيكون بيرضع إذا كان بيرضع رضاعة طبيعية ففي عادات سيئة جدا في الرضاعة طبيعية بتخلي الأسنان اللي بتطلع اللبنية لأنها بتكون لسه الطلوة بتاعها أو المينة بتاعتها ضعيفة شوية بيبدأ يرضع والمشكلة في الرضاعة الطبيعية بس أنه هو ممكن أحياناً الأم تكسل وترضعه وهي نايمة بالليل وهو نايم جنبها فالنومة على السرير وهو بيرضع أو هي نايمة بترضعه بيركن اللبن أو اللبن الرضاعة بيركن في بقه على الأسنان ما بينزلش فلما بيركن على الأسنان بيثبت عليها يوم وبالليل فبينام بالصورة دي لما بيعمل الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده على كل الأسنان اللبنية ودي حالة مشهورة جدا اسمها رامبانت كيرز رامبانت كيرز ده بيظهر في الأطفال في الأسنان اللبنية بياكل كل الأسنان اللبنية زي ما احنا شايفين كده بالنسبة للببرونة هو برضو بتديله الببرون وينام به وبرضو نفس الفكرة اللبن بيباد في بقه وهو نايم فدي صورة من صور الرضاعة الخطيرة جدا اللي بتأثر على الأسنان بصورة مباشرة في السن الصغير وفي الحقيقة إذا وصلت للحالة دي على طول فهي لازم حشوات وشغل كبير جدا بيتعمل لأن الأسنان دي هتقعد معها لسن أقل حاجة لأسنان الأمامية لسن السبع سنين فهي بتسوس من سن سنة يقعد ست سنين في ألام وتعب شديد جدا بسبب سوء الرضا فإحنا بننصح في الحالات اللي زي كده إذا هو رضا يرضا بصورة طبيعية لو هو بيرضا طبيعي أو صناعي يفضل الرضاة الصناعية تكون بالليل تتمنع عنه قبل النوم بشوية الرضاة الطبيعية كمان دلوقتي ده كاترة الأطفال نصحونا في الآخر أن احنا نرضا كمان ننظم وقت الرضاعات وتكون في الأكتر مش بالليل ولو هنرضا الطفل بالليل يفضل وإحنا مش نايمين عشان الأكل ما ركنش في بقه وهو نايم ويكون قاعد وبيرضا دي النصيحة الأولى النصيحة التانية أن هو مش هيعرف ينظف لنفسه أسنانه اللي لسه طلع أو بقه عمتا حتى ممكن يركن على اللسان اللبن ويعمل مشاكل كمان فتراته وغلافه في اللسان فبنصح نصيحة مهمة جدا أن الأم كل يوم حتى مرة واحدة على قلب جوز أو شاش على أصبحها وتبلله بمية دافية وتمسح له بقه أو أسنانه ببقه فدي حاجة مهمة جدا عشان نحافظ على أن الأسنان تطلع بصورة سليمة وصحيحة وتقلل موضوع رامبانت كيرز اللي ممكن يحصل فيه الرضا الأسنان